السلام عليكم بعد سقوط الخلافة الأموية في الأندلس حكم أبناء ذنون مملكة طليطلة التي لم تستقر في عهدهم فقد نشب خلاف بين ابن ذنون وابن هود ثلاث سنوات فاستعان الأول بملك اشتالة والآخر بملك نافار وكانت النتيجة استبيحت الديار وساءت الأحوال وفي عهد القادر ابن ذنون الملك المتخاذل ضعفة وهنة الدولة في طليطلة وتفككت وكثرت فيها الثورات لدرجة أن القادر حاكم طليطلة فر منها وجعل المدينة دون أمير ثم عاد بعد عشرة أشهر بتأييد وحماية وإذعان لملك اشتالة فأصبحت طليطلة وشيكة على السقوط حاصر الفونسو طليطلة فلما اشتد الحصار وشحت الأقوات أرسل أهلها وفد المفاوضة فرفض الفونسو استقبالهم واستقبلهم أحد وزرائه وفي مجلس الوزير فقد وفط ليطلة الأمل في النجاح عندما شاهدوا سفراء ملوك الطوائف قد حضروا لدفع الجزية قدم الوفد تنازلات عديدة ولكن دون جدوى فاضطروا للاستسلام وخرج ملك طليطلة وحاشيته من المدينة وهاجر خلق كثير من أهالي طليطلة نعود بالله من الخذلان وتقلب الزمان ترجمة نانسي قنقر